ادانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم التولتاء المنصرم ثلاثة امنيين بينهم عميد شرطة ومفتشين وتمانية اشخاص اخرين في ملف اعتقال نادي المقهى وتزوير محاضر الاستماع اليه سنة 2021 ابان فترة الحجر الصحي وهو الملف الذي امر عبداللطيف حموشي المدير العام للامن الوطني بالتحقيق فيه والذي اسقط الامنيين الثلاثة ومواطنين اخرين قدموا شهادات مزورة وحسب ما اوردته بعض المصادر فقد ادانت هيئة الحكم عميد الشرطة والمفتشين باربع سنوات حبسا نافدا لكل واحد منهم وغرامت خمسمائة سدرهم فما قضت باذانة باقي المتهمين الثمانية بسنتين حبسا نافدا وغرامة حددتها المحكمة في خمسمائة درهم لكل واحد منهم ووجهت المحكمة المعنيين بتهم تتعلق بالمشاركة في استعمال الوعود والضغط والمناورة لحمل الغير على الادلاء بتصريحات كاذبة والمشاركة في التوسل بغير حق بوثيقة تصدرها الادارات العامة عن طريق الادلاء ببيانات غير صحيحة وتقديم معلومات غير صحيحة والمشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الادارات العامة وتزوير اوراق متعلقة بوظيفته بصفته موظفا عموميا وذلك بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة واعترف بها لديه وحدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك إضرارا بالغير واستعمال محررات رسمية مزورة على العلم ومباشرة عمل تحكم ماس بالحريات الشخصية للمواطن اشتركوا في القناة